السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وقال ليه أمر الصف الأول إعدادي متابعين مع بعض حل الإختبارات من ملحق كتاب جيم وهناخد نهاردة مع بعض تقهلية كفرنيرت محافظة تقهلية والإختبار رقم سبعة من ملحق كتاب جيم وأول سؤال معي بيكون خاصي بلسنينج الاستماع لسنتمي اسمعوني الفكرة بتقول لوسي لايكس شوبينج لوسي بتحب التسوق كتير جدا منذ عامان هي ذهبت إلى لندن المحلات كانت رائعة لذلك هي اشترت كتير من الفساتين استمتعت بالتحدث إلى الناس الإنجليز أو الأشخاص الإنجليزيين عندي هنا أول سؤال معي بيقولي أين ذهبت لوسي طبعا لندن راحت فين راحت إلى لندن رقم اثنين موضيت شي باي فروم ذه شوبس هي اشترت ايه من المحلات طبعا اشترت ايه دريسس لير فساتين رقم ثلاثة لوسي لايكت لوسي أحبت نقط وإنجليش بي والأحبت ايه إلى الأشخاص الإنجليز نية تتحدث إلى الأشخاص الإنجليز رقم اربعة ذه شوبس المحلات ويه المحلات كانت ايه كانت فانتاستيك كانت ايه كانت رائعة الجزء الثاني خاص بديالوج ويه المحادثة بقرأها كلها على بعضها عشان افهم الحوار بتاعي بيدور حول موضوع ايه يقولي هنا كمبلية اكمل ذه فلون دالي الحوار التالي او السطر معي هنا بيكون مهم جدا لانه بيعرفني المحادثة بالدور ما بين مين ومين وايه موضوع المحادثة نشوف كده مع بعض بيقول لي علي اسكس عادلي بل حوار بيدور ما بين علي وعادل علي بيسأل عادل عن الهواية بتاعته الايه عن هويته الايه ما هي هويتك المفضلة تمام هنا عادل بيقول لي ايه بيقول له اللاعب كرة القدم هي دي هويتة المفضلة علي بيقول له وبيسأله هنا جايب لي هنا ما كان مفاضي كده يعني عايز يسأله ويقول له ايه على لعبها لان عادل هنا بيقول له يعني هيقول له في مكان بيسأله اين بتلعب كرة القدم يبقى اين تلعب كرة القدم يبقى هنا عادل رد عليه وقال له طبعا هي لعب كرة القدم فين في النادي تمام هنا عادل بيقول له يعني هو بيسأله هنا عن مشاهدة مباريات الكرة القدم هنا عادل بيقول له يس نعم أنا احيانا او هنا يجوالي معنا غالبا اشاهد المباريات بتاعت فريق يبقى بيقول له ايه هل انت ايه طبعا هنا هل انت بتحب هل انت تحب قال له نعم انا غالبا او عادة انا عادة اشاهد مباريات اه ليفربون هنا عادة بيقول له هو طبعا بيقول له هنا من اللعب المفضل بالنسبة لك لان هنا عادل قال له ايه صلاح اللي هو محمد صلاح اي لايك هم انا بحبه لانه هو ماهر و ايه طبعا هنجيب كمان صفة لمحمد صلاح يبقى هنا عايز يقول له ايه يعني المفضل مين هو لعب كرة القدم او اللعب المفضل بالنسبة لك ما هو اللعب المفضل بالنسبة لك هنا عادل قال له ايه صلاح اي لايك هم انا بحبه لانه بيكون ماهر نجيب بقى صفة ايجابية كمان وكمان ايه طيب او عطوف يقول لي هنا صفحة القصطها صفحة 125 قرأة القطع اقرأ التالي ثم اجيب على الاسئلة بنقرأ الفقرة من المعلومات اللي فيها بنبدأ نتجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحتها يقول لي هنا امينة امينة حسني is an orphan girl البنت ايه orphan يعني يتيمة she was born in بلكاس هي تولد في ايه في بلكاس في مدينة بلكاس in 2009 في سنة 2009 but that doesn't or but she doesn't live there لكن هي ما عاشتش هناك she lives in منصورة هي عاشت في المنصورة يبقى هي تولد في بلكاس لكن هي عاشت في في المنصورة يبقى هنا there بتعود على مين but she doesn't live there لكن هي ما عاشتش هناك يقصد هناك هنا ليه فين بالكاس تمام she lives in منصورة هي عاشت في المنصورة and goes to منصورة prim school وراحت للمدرسة الاعدادية في المنصورة for girls مدرسة البنات ايه في المنصورة she lives with her mother هي بتعيش مع mother sister بتعيش مع مامتها sister واختها and two brothers واثنين اخوات لها ولاد she is good at all subjects هي جيدة في كل المواد science العلوم is her best subject هي المادة المفضلة بالنسبة لها يبقى مادتها المفضلة هي science العلوم her best friend صديقتها المفضلة is zainab اسمها zainab they always walk to their school دايما بيمشوا المدرسة بتاعتهم اللي هي مدرسة البنات اللي هي بتاعة الاعدادية الموجودة في المنصورة تمام their school all teachers كل المدرسين like them بيحبوهم after school بعد المدرسة amina helps her mother amina بتساعد مامتها at home في المنزل and helps her younger sister وبتساعد اختها الصغيرة nanny with her homework في عمل واجبها المنزلي بتساعد مامتها وبتساعد اختها الصغيرة في عمل الواجب بتاعها المنزلي in the evening في المساء she studies her lessons هي بتذاكر الدروس بتاعتها she wants to be a doctor هي تريد ان تصبح دكتورة like her father زي مين زي باباها يبقى باباها بيشتغل ايه بيشتغل دكتور بيقولي هنا عنصر the film questions ايبع الاسئلة التالية number one give a suitable title suitable title يعني عنوان ايه ادي عنوان مناسب for the passage للفكرة دي هنحط لها عنوان ايه طبعا هنقول amina حسني وعيلتها يبقى amina حسني and her family amina الفكرة كلها بتتكلم عن amina وعيلتها amina حسني and her family amina حسني وايه والدها السؤال رقم اثنين بيقولي why do you think amina wants to be a doctor يعني ايه رأيك او فعتقادك ليه amina عايزة تكون ايه دكتورة طبعا زي باباها هنقول هنا she wants to be a doctor like her a like her father she wants هي تريد to be a doctor هي عايزة تكون ايه دكتورة she wants to be a doctor like a like her father like مثلا her father زي مين زي باباها تمام شو بقى السؤال التالت بيقولي هنا what does the word there refer to كلمة there بتشير ايه لا ايه طبعا بيقولو او في الفقرة بتقولي ان هي ما عاشتش there هناك لكن هي عاشت في المنصورة طبعا there هنا بتقول ايه بتعود على مين او بتخص مين طبعا ان ايه ان بالكاس يعني فيه بالكاس ان بالكاس بتخص ايه بالكاس هنا السؤال التالي او السؤال بي بيقولي choose اختر بيقولي امينة حسني ايه او هي بنت ايه طبعا اورفن بنت ايه يتيمة رقم خمسة امينة از نقط than her sister امينة كانت بالزاكر لاختها الصغيرة يبقى هي بتكون ايه هي بتكون اولدر هي بتكون الكبيرة تمام بعد كده رقم ستة بيقولي there are نقط members in aminas family كام members اللي هم الافراد كام عدد الافراد في عيلة امينة عندها كام في اه كام فرد في الاسرة او العيلة بتاعتها طبعا هي وممتها واختها الصغيرة واثنين من الولاد يبقى عددهم كام عددهم خمسة شوف الاسئلة الخاصة بين الاختيرات بيقولي هنا choose اختر the correct to answer الاجابة الصحيحة شوف كده اول سؤال معي بيقولي انه لا يجب عليك ان تأكل نقط الطعم ايه المفروض لا يجب عليك ان انت تأكل الطعم ايه طبعا انهيلثي اللي هو الغير الغير الصحي رقم اثنين عامي بيكون ايه نقط افوت اف هز فرنز طبعا بيلتاقط صورة لصديقه اف هز فرنز يبقى هنا بيلتاقط صورة يعني يلتقط ايه صورة رقم ثلاثة ريم بتذاكر بجد عشان تعمل ايه في احلامها طبعا عشان اتشيف عشان تحقق احلامها رقم اربعة فقرة الفقرة او الموس نقط عايزة مع حرف اف عايزة اف عايزة مكانين يبقى نير ما يلابتوب بالقرب من الايه بالقرب من اللابتوب الخاص بيا بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول الاسبوع الماضي عايزين نقول هنا عندي طالما كلمة الاسبوع الماضي عايزين نقول احنا قضينا نزهة الاسبوع الماضي يبقى ايه وي هاد وي هاد رقم ستة رقم ستة رماس بتساعد الناس فور فري هي بتحب العمل ايه تمام يبقى بتحب العمل ايه التطوع طالما هي بتساعد الناس فور فري يعني ايه فور فري يعني مجانا يبقى هي بتحب العمل ايه التطوع رقم سبعة علي كان شباع هو ما كانش خايف من الكلب الكبير يبقى هنا هنا بيقول لي علي كان شجاع نتيجة لانه هو شجاع لذلك بيجي لي بعدها النتيجة نكنش خايف من الكلب الكبير رقم ثمانية ايه اللي هو بيرن ده وقت من غادرة المدرسة كده خلص خلصنا مدرسة وهنغادر المدرسة يبقى هنا ايه بقى اللي ران طبعا بيل اللي هو الجرس رقم تسعة حسام ان ابراهيم حسام ابراهيم حسن حسام 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 ابراهيم حسن ار نقط براثرز بيكون اخوات ايه طبعا بيكونوا اخوات ايه توأم يبقى تون تون براثرز هما بيكونوا اخوات توأم بقى تون براثرز يعني اخوات ايه توأم بتشرب اللبن هي مش بتحبه طالما هي مش بتحبه هي بتشربه ولا أبدا يبقى سالي أبدا أبدا لم تشرب اللبن هي لا تحبه هنا الجزء الخاص بي التصحيح تصحح الكلمة والكلمات اللي تحتاخط بيقول هنا الكلمة والكلمات اللي تحتاخط رقم واحد عشان أنادي لمستر أنس أنا رحت لغرفة المدرسين عشان أنادي لمستر أنس غرفة المدرسين يبقى تيتشارز روم هتكتب إزاي أنا عندي هنا أكتب كلمة تيتشارز هدي الجمع بتاعي هدي كلمة تيتشارز وبحط لها قسة الملكية لأن الغرفة بتكون للمدرسين كلهم مش لمدرس واحد يبقى أنا رحت لغرفة المدرسين رقم اتنين في تلك اللحظة في تلك اللحظة من الكلمات يدل على المدارة المستمر يبقى هنا طبعا عندي هنا وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل مضاف للـ ING يبقى رقم ثلاثة there is too many rice in the fridge أنا عايزة أقول هنا طبعا رايس هنا عايزة أقول فيه أرز كتير في فريج فيه التلاجة تمام؟ أنا عندي رايس الأرز ما بتعدش عندي هنا أستخدم معها أكتر من اللازم للكلمية اللي هي ايه too much يبقى أستخدم كلمة much رقم أربعة give me my pen اعطيني الألم بتاعي and take you ولا ايه طبعا ما يفعش أقوله you هنا دفعال أنا عايزة أجيب في نهاية الجملة عندي أجيب ايه أجيب ضمير ملكية and take a take yours وخد ألمك اديني ألمي وخد الألم اللي يخصك أو الألم بتاعك يخصك أو ملكك اللي هي ايه yours جيب لي هنا عايزة أكتب له الجزء الخاص writing paragraph بيقول write a paragraph اكتب paragraph of 80 words on من 80 كلمة عن how can you use technology ازي انت هتقدر ستستخدم technology at school في المدرسة طبعا نحن نستخدم التكنولوجيا في كل نواحي حياتنا وكمان في أماكن كتيرة منها المدرسة هنتكلم عن التكنولوجيا بنقول هنا سيب مسافة وهو الحرف capital letter وبنمشي كده الجملة بتاعتنا عادي وفي النهاية خلص بنعمل في الستوب ونبدأ الجملة اللي بعدها برضو ب capital letter هنقول ايه technology a very important role التكنولوجيا بتلعب دور مهم جدا in our life في حياتنا it makes our life هي بتجعل حياتنا better افضل easier as hell and more comfortable وكمان مريحة جدا او اكثر مريحة اكثر we use it every many different ways بنستخدمها بطرق مختلفة عديدة I use my tablet انا بستخدم التابلت بتاعي to study my lessons ان انا اذاكر الدروس بتاعتي I use my mobile phone and the internet والانترنت والشبكة المعلومات الدولية are the most important modern technology دي تكنولوجيا مهمة جدا وحديثة in our life في حياتنا we use them احنا بنستخدمها at schools بنستخدمها في المدارس factors والمصانع hospitals والمستشفيات and banks والبنوك والاي والمصارف كده حبيبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا رب وينول اعجابكم اشكركم على الحسن استماعكم واتمنى ان تابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة